دكتور محمد نعيد وزير المالية فقال النهاردة أو التقى النهاردة بأستفير الجديد لكوريا الجنوبية بالقاهرة أكد خلال هذا اللقاء أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر خاصة الكورية من خلال أستعي الجاد لجذب المستثمرين وتدليل أي عقبات أمامهم ثم اتكلم كمان الوزير عن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي اللي اتخذته القيادة السياسية وسنده الشعب المصري وإنه إزاي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد بالرغم من تداعيات أزمة كورونا فمصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي احتفظت بتصنيفها الاقتماني والنظرة المستقبلية المستقرة بشهادة جميع مؤسسات التصنيف الاقتماني